اشتركوا في القناة اهلا بكم الى الساعة الثانية من غرفة الاخبار وفي عنوينها الازمة الاراقية من البرلمان الى القضاء ثم ديبلوماسية اوباما ترويض الاعداء هذا بالاضافة الى ملفاتنا الاخبارية اليومية لتبعها الان مع شانطان بينما تظل ازمة البرلمان والحكومة في العراق على حالها بين النواب المطالبين باقالة رئيس مجلس النواب والمؤيدين لبقائه في انتظار حكومة جديدة تحظى بموافقة الجميع وتنهي الجدل السياسي الذي تخللته مظاهرات واعتصامات واقتحامات للمنطقة الخضراء تصدر المحكمة الاتحادية العراقية قرارا كان ينتظره الجميع بشأن البت في رئاسة سليم لجبوري رفضت فيه دعوى النواب الداعين لإقالته ويبدو ان قرار المحكمة لم يكن كافيا لإطفاء نيران هذا الجدل إلسار عن النواب المعنيون الى الطعن في قرارها ليمتد السجال ويبقى حل المشكلة السياسية مؤجلا لمراقشة هذا الموضوع معنا من عمان عضو مجلس النواب العراقي عاليا صيف جاسم معنا من أربيل عضو مجلس النواب أيضا السيد راعد الدهلقي وذكركم مشاهدين أنا بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي سيدة عاليا مساء الخير دعيني أبدأ معك إذن صدر حكم عن المحكمة الاتحادية ولكن البعض ما زال مصر على رفض هذا الحكم مع أنه هذه أعلى هيئة قضائية في البلاد وكان الكثير من النواب المعتصمين الذين أقالوا سيد الجبوري ينتظرون هذا الحكم لماذا لا يتم القبول به الآن نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وتحية لمشاهديك وتحية لضيفك الكريم حقيقة لم تصدر المحكمة الاتحادية أي قرار أو بت في الجلسة اليوم المادة 93 فقرة ثلاثة من الدستور الذي ينص على صلاحية المحكمة الاتحادية في المباشرة بنزاع حول النظام الداخلي واليوم نحن أمام نزاع لمواد النظام الداخلي في تفسيرها من كل من الجبهتين جبهة سيد سليم الجبوري وجبهة الإصلاحيون حقيقة هذا النزاع يتطلب تقديم أدلة وقراء واليوم المحكمة هذا ما كان قد عملت به من البديهة لا تصدر أي قرار اليوم سيد علي اسمحي لأقاطع سأود إليك بعد قليل موضوعنا العراقي ونتابع النقاش حول مسألة القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العراقية والتي رفضت فيه دعوة النواب المعتصمين لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري أعود إلى السيدة علي كنت سألتك سيدة علي قبل المقاطعة عن أن المحكمة اعتبرت أن هذه الجلسة لم تكن جلسة شرعية التي قيل فيها السيد الجبوري وبالتالي الآن الافتراض أن السيد الجبوري عاد إلى وضعه السابق لماذا الاعتراضات بعد هذا الموقف من أعلى هيئة قضائية في البلاد أستاذ العتيز لم يصدر أي قرار من المحكمة الاتحادية أنا لا أعلم كيف استنت بأن هناك قرار صدر من المحكمة الاتحادية لا هي رفضت الدعوة ليس رفضت الدعوة إذا لم أكن مخطئا أبدا وليس حتى رفضا للدعوة ما حصل هو كالآتي استمعت إلى دفوع الطرفين من النواب الذين حضروا والذي كانوا معترضين على جلسة عادة السيد سليم الجبوري وكذلك استمعت إلى الممثل القانوني لسيد سليم الجبوري وعلى أثرها تم تأجيل القرار إلى يوم 29 خمسة وأحالت الموضوع إلى ثلاث خبراء من الإعلاميين طيب إذن نحن ما زلنا بانتظار موقف قانوني أوضح من الأحكمة الاتحادية طيب على كل حال سأنتقل إلى أربيل مع الأستاذ رعد الدهلقي عضو مجلس النواب العراقي أيضا أستاذ رعد مرحبا بك هل هذا فهمك لما يجري قضائيا الآن؟ وهل يمكن أن يكون القرار المتوقع أو المرتقب للمحكمة أن يضع حد لهذه العملية التي كلفت البلاد الكثير وعطلت عمل المجلس وأدت إلى تأزيم الوضع المتأزم أصلا بعد تحية وتقدير لك سيد الكريم وإلى مشاهدين هذا المنبر الكريم وتحية خاصة إلى سيدة نائبة ستعالية حقيقة اليوم ما حدث في العراق من التوجه الكتر السياسي إلى المحكمة من التحاده هو الامتثال إلى القانون والاحتكام إلى القانون والمحكمة وهذا شيء جيد وهو انطلاقه لبناء دولة مؤسسات حقيقية ووقوف على قرارات المحكمة واحترام القرار المحكمة اليوم أجلت المحكمة في إصدار قرارها على خير بعد حالة الدعوة إلى خبراء الثلاث وعد بعد مما استمعت إلى الطعون واستمعت إلى الشهادات والإثبات واستمعت إلى الدفاع لذلك أنا أعتقد أنه يوم الأحد القادم بإذن الله يوم 29 سيكون هناك قرار من فاصل ما بين الخلافات التي وقعت في البرلمان التي جنابك أشرت لها بأنها كلفت العراق غاليا كثيرا في هذا الظرف الصعيب هناك لبس قانوني أود أن أستوضح منك ومن السيدة علي الخبر الذي أمامي يقول المحكمة الدستورية قضت بدستورية جلستي مجلس النواب التي أعقدهما سليم لجبوري وقضت بشرعيته رئيسا للمجلس بسبب عدم اكتمال نصاب جلسة إقالته هذا الخبر الذي أمامي الآن سيد علي هل لديك تعليق عليه؟ أستاذ العزيز أولا دعني أعلق على ما ذكرت وذكر أيضا ضيفك الكريم زميلي أستاذ رعد بأن ما يحصل من اعتصامات هو تأزيم وجنابك قلت قلت تأزيم للمؤزم أصلا هو الوضع السياسي في العراق والقانوني نعم أنا قلت أنه يزيد تأزيم مجلس ومربك بسبب التوافقات السياسية نعم أستاذ العزيز إذن لم يكن الأصلاح متوجه إلى أصلاح ما هو مؤزم وليس إلى التأزيم أنت تعلم جيدا بأن العراق يدار بتوافقات سياسية أدت إلى أفشال العملية السياسية فبالتالي اليوم نحن أمام ثورة أصلاحية تصحيحية وليس تعطيل البلد كما يصور إلى المجتمع العربي والعراقي ولكن هناك جانب تعطيلي سيد علي هناك استنتاجات لا أقصد أن أقلل من شأن ما يجري من قبل المعتصمين ولكن هناك جانب تعطيلي في المسألة جانب تعطيلي من الناحية التشريعية من الناحية الفرلانية أنا أسأل أنت من المتابع الجيدين للقضية العراقية وزميل استاذ رعد موجود نحن لسنتين ماضيتين لم نشرع قانون ذات قيمة يمكن أن يخرج بنتيجة إلى الشعب العراقي هناك كثير من القوانين المهمة والأساسية المعطلة نتيجة التوافقات السياسية ونتيجة عدم اتفاق الكتل السياسية على إقرار قوانين ممكن أن تضع العراق على السكة الصحية طيب الآن السؤال هو أنا في جوابك أستاذ العزيز على موضوع نعم 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 أجيبك هذا الموضوع موضوع عدم شرعية الجلستين جلسة يوم 14 نيسان ويوم 26 نيسان هذه مجرد توقعات وتكاهنات من المحللين السياسيين وهناك الكثير من من استنتجه أو حتى هناك إشارات أرسلت إلى المحكمة الاتحادية بأنها ممكن أن تصدر بقرار توافقي يلغي الجلستين 14 و 26 ويعاد الحال إلى ما هو عليه ويتم استئناف أعمال مجلس نواب نحن في جبهة الإصلاح نرى في حالة صدور هكذا قرارات ونحن ملتزمين بقرارات المحكمة الاتحادية لدينا وحسب النظام الداخلي ب110 عضو ممكن أن يقدموا طلب إلى إقالة مرة أخرى لسيد سليم الجبوري على شرط أن تكون مسببة ولدينا من الأسباب التي ممكن أن تدعم قضيتنا ولكن مع كل هذا نحن نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 من الدستور التي تؤكد على أزامية هذه القرارات إذن خلاص من كلامك واضح ستلتزمون بقرار المحكمة مهما كان أكيد نعم أكيد سوف نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية السؤال أستاذ رعد هو في حال صدور هذا القرار مهما كان القرار هل سيخفف من حالة الاحتقان على الأقل أم أنه سنرى بعض المعترضين بغض النظر سواء كان القرار يقرب شرعية إقالة السيد الجبوري أم بعدم شرعية إقالته سيد الكريم فقط تعليق على ما تعلقت به ستة عالية وما تكلمت به ستة عالية أنه أنا لم أتكلم على الأزمة التي سببها عضواء من سن نواب لكن أنا قلت أنه العراق جنابك تكلمت أنه العراق كلف كثيرا في هذه المرحلة ونحن نمر بأزمة كبيرة على خلافات تحت قبة البرمان ونحن ممثلين شعب هذا من جانب من جانب آخر ليس سيد السليم الجبوري هو من عرقل أو هيئة رئاسة البرمان هي من عرقل تمرير القوانين الاتفاقات السياسية كما قالت سيدة عالية من عرقل تمرير القوانين لذلك الاتفاقات السياسية وصلاعات السياسية مستمرة لحد هذه اللحظة لم نذهب إلى إقالة الكتل السياسية بل ذهبنا إلى هيئة الرئاسية التي لطالما تسير وفق قرارات بالتصويت من قبل أعضاء البرمان وأعضاء البرمان الممثلين في كتل السياسية وصلاعات السياسية هي من أرمت بظلالها على البرمان وعطرت عمل التشريع في هذا الوقت العصيب هذا من جانب من جانب آخر بالنسبة لسؤال جنابك أنا أعتقد الاحتكام إلى السلطة القضائية هي هذا الطريق الصحيح لبناء دولة المؤسسات ودائما ما يكون القرار في أي دعوة ترفع عمام القضاء يوجد هناك داعي ومدعي عليه يكون القرار بجهة معينة لذلك دائما ما يكون هناك من لا يرغب بهذا القرار أو متضرر من هذا القرار أو لا يكون القرار لمصلحته لذلك أكيد لا يكون هناك تقارب أو اتفاق جميعا على هذا القرار لكن بالأخير سنعمل جميعا جاهدين على أن نكون أمام قبة برنامان واحدة واحتراما للسلطة القضائية واحتراما للقانون القضائي لكن نحتاج إلى سرعة في تخاذ الجراء القرار لأنه ما مر على البلد في هذه المرحلة وفي هذه الأيام صعيب جدا علينا أن نتحمل هذه المسؤولية ونذهب إلى الجهة التشريعية ونعمل على لم شمل العملية السياسية لتقدم إلى الأمام طيب سيدة علينا نحن في الإعلام تابعنا طبعا بشكل كبير ما جرى في العراق على صعيد العملية السياسية وما جرى في البرلمان والاحتجاجات التي رفقت ذلك واقتحامات المنطق الخضراء وكل هذه الأمور لكن الآن التركيز في اليومين الماضيين أكثر كان على ما يجري في الفلوجة وهذه الحملة العسكرية البعض يخشى أن العملية السياسية وما تقول إليه في هذه الفترة ستؤثر بشكل من الأشكال على الحملة العسكرية ستجعلها ربما أقل فاعلية البلاد الآن بحاجة إلى موقف مختلف يكون فيه الساسة متحدون هل برأيك ما يجري على المسار السياسي التشريعي له تأثير بأي شكل من الأشكال على العمليات الميدانية اليوم؟ نعم وأيضا أجيبك على سؤالك بعد تعليق بسيط الدكتور سليم هو جزء من التوافقات السياسية أذكرك وأذكر زميلي كيف أن كان تمسك السيد رئيس الوزراء السابق بكرسيه قد طعن بالكثير وقد انتقد من الكثير فلماذا اليوم يتمسك السيد سليم الجبوري بكرسيه؟ لماذا يعلق العراق على ثلاثة كراسي فقط؟ لماذا اليوم نحن في مواجهة في داعش يعلق البلد على ثلاثة كراسي ونكون في أزمة؟ هل يعني عقم المكونات الشعب العراقي أن يعطونا بديلا في الوقت الذي هناك إرادة ل 174 نائب لا ترغب وجود هذه الرئاسات؟ أما فيما يتعلق بما نواجه اليوم في داعش أنا أوكد لك لأول مرة في تاريخ العراق حقيقة أو تاريخ مواجهة داعش الحديث هناك توحد بكل أطياف الشعب العراقي في مواجهة داعش الكل يعلم بأن داعش كان كالمطر قد ضرر الكل وبالتالي الحمد لله هناك فاصل سياسي عن الجانب الأمني انتصارات متقدمة ولكن مع الأسف تراجع سياسي لم يكن هناك تزامن سياسي وعسكري مع العمليات العسكري لذلك نعتقد اليوم القادة الأمنيين على قدر كبير من المسؤولية تركوا الخلافات السياسية وراء ذو رهورهم واليوم أنت تلاحظ التقدم الذي يحصل في ساحة القتال ما رأيك أستاذ رعاد هل هناك بالفعل فصل بين السياسي والأمني في العراق اليوم العمليات الإرهابية التي شهدتها بغداد في الآونة الأخيرة البعض أو الكثيرون ربطوها بالفوضى السياسية التي تشهدها البلاد ما رأيك في ذلك في بداية الأمر أنا أتكلم أيضا عن رئيسة عالية بأنه سيد أسامة النجافي في الدورة السابعة كان متمسك بالمنصب أعتقد ليست سيد أسامة النجافي من صاحب المقولة لا شو أحد يقدر يأخذها حتى ننطيها أما بالنسبة لسيد سليم جيول لحد هذه اللحظة لا أنا أصدت على سيد المالك أستاذ رعاد أنا أصدت على تمسك سيد المالك واعدته واليوم سليم أستاذ العزيز أنا أتكلمت عن سيد المالك أستاذ رعاد غير واضح أما بالنسبة لسيد الجبوري فهو ملتزم إذا ما قرر الجميع وفق الأطر القانونية والدستورية الرسمية في أجواء هادئة وليست بالضغوطات التي مورست في المرحلة السابقة في الإقالة إذا ما قرر البرلمان سيكون هو ممتذل وغير متشبث بالمنصب لا هو لها حتى هيئة الرئاسة المتكونة من الثلاث إذا ما وجدنا أن هناك خطوة لتغيير الرئاسات الثلاث التي تصب لمصلحة المجتمع العراقي في أجواء متماسكة في التحام كبير وواضح واستقرار سياسي نحن سنسير بهذا الاتجاه ولا يوجد هناك من يتشبث بهذا المصب هذا من جانب من جانب آخر سيد الكريم إذا تتكلم على صراعات سياسية أكيد لديها انعكاسات سلبية على واقع الحال لذلك نحن نتكلم يجب أن تكون هناك وحدة برلمانية ولحمة برلمانية واضحة التي تمثل بلحمة الشعب العراقي التي اليوم برزت واضحة في معركته ضد داعش والانتصالات التي تحقق في الفلوجة وفي المناطق الأخرى لذلك علينا كسياسيين وممثلين الشعب العراقي أن نتمثل بهذه اللحمة السياسية ولا نرسل سائل غير مستقرة إلى الواقع العراقي وإلى العملية العسكرية بينهن هناك شد وجذب وينعكس سلبا على العمل العسكري شاهدنا في الأسابيع الماضية عندما دخل المظاهرين إلى البرلمان وفي الأسبوع الماضي عندما دخل إلى أمانة مجلس الوزراء هذا أثر كبيرا على هيبة الدولة أولا وثانيا أثر كبيرا على النجاحات أو الالتحام ضد داعش ومعركة داعش وقد أخفل بعض الشيء النظر عن هذه المعارك لذلك علينا أن نتسنب بالشجاعة وأن نكون على قدر المسؤولية ونعمل على رص الصفوف ولا يعنينا المناصب بقدر ما يعنينا وحدة العراق والخروج من أزمات التي تنعصف به من أزمة عسكرية أو أمنية وأزمة مالية وأزمة اقتصادية وأزمة إنسانية اليوم لدينا أكثر من خمس ملايين نازح يعيشون أسوأ حالات حياتهم يجب أن يكون هذا هو الأولويات عمل التشريع وأوليات عمل موثلين الشعب طيب سيد علي سأعود إليك بعد قليل لأسألك عن الخطوة التالية التي تعتزم جبهة الإصلاح يعني القيام بها في حال قالت المحكمة الاتحادية بأن السيد الجبوري وضعه قانوني ومزار رئيسا للبرلمان في هذه الحالة كيف سيكون موقف النواب المعتصمين سأسألك عن ذلك بعد قليل ولكن قبل ذلك نتوجه إلى زميل سامي لموفاتنا بآخر أسئلة وتعليقات وأراء المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع العراق أغلب المشاركات مهند تصب في خانة أن ما يجري الآن على الأرض هو هروب للأمام من الأزمة السياسية سنأخذ بعض المشاركات وليد سلطان يقول ما إن بدأت معركة الفلوجة حتى نسي الجميع الأزمة السياسية مراد درويش لن تحل الأزمة السياسية طالما الوضع على الأرض بهذه الطريقة سليم حميد لماذا انطلقت معركة تحلي الفلوجة الآن لماذا لم تنطلق من قبل ربما هناك خطة معينة لإنهاء حالة الاحتقان السياسي عبر التغريدات نأخذ تغريدتين جمال جلال يقول إيران تتدخل في العراق وتركيا تتدخل في العراق العديد من الأياد تتدخل كيف له أن يستقر سياسيا أو ميدانيا أخيرا هب المرشد لا أدري لماذا يتمسكون بسلطة إذا لم يكونوا أهلا لها دمروا البلاد شكرا جزيلا لك سامي أعود إلى السيدة علي صيف جاسم في عمان سيدة علي بعض المشاركين كما شاهدتي أو سمعت يشاركونك الرأي يعتقدون أن الجميع نسي المشكلة السياسية الآن في مواجهة التحدي الأمني الفصل بين السياسي والأمني كما أشرت قبل قليل دعيني أسألك عن الخطوة التالية للنواب الإصلاحيين إذا جاهزت تعبير أو وصفهم بهذا الوصف في حال ثبتت المحكمة وجود السيد سليم الجبوري رئيسا شرعيا للبرلمان واعتبرت أن مسألة إيقالته مسألة باطلة في هذه الحالة كيف سيكون موقفكم؟ نعم بس حبيت أن أذكرك وأذكر زميل العزيز بأنه لحد هذه اللحظة لم يقدم السيد سليم الجبوري أي إجراءات قانونية ودستورية باتجاه الطعن أمام المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية هي من أبلغته عليه أن يقدم دفوعه باتجاه الدعاوى التي قدمت من قبلنا إذن هو لم يتبع السياقات القانونية والدستورية بل بالعكس ذهب إلى طرق ملتوية وغير قانونية عبر القاعات المغلقة وعبر الكلاب البوليسية عفوا وعبر قوة السلاح وتحويل مجلس النواب إلى ثكنة عسكرية الأمر الآخر أن يرد على المحكمة ليس كذلك قانونيا إذا طلبت منه عليه أن يذهب إلى المحكمة كان المفترض من 14 بالشهر أستاذ العزيز كان المفترض من 14 نيسان يذهب إلى المحكمة الاتحادية لا أن ينتظر إلى أن نعنق من الدعوة بعد أن أعاد شرعيتها بالطرق الذي ذكرتها أما فيما يتعلق بموقفنا نحن كأصلاحيين نحن نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية كما قلت لك وسوف نشكل جبهة معارضة في مجلس النواب وأنا أعتقد هذا تحول تاريخي في تاريخ مجلس النواب الحديث أن لم تكن هناك معارضة في مجلس النواب كانت جميع متحاصصين جميع منقسمين جميع متوافقين وجميع يعني يتبع اسلوب التوازن ما يسمى في داخل العملية السياسية لذلك اليوم نحن نجلس كمعارضة وسوف نتربص بكل شارد واردة إذ ما كان هناك أي سرقة للمال العام أو تحاصص أو قتل للشعب العراقي أستاذ رعد ما رأيك في حال وجود جبهة معارضة كما تقول السيدة عالية وهذا شيء صحي يعني في أي دولة ديمقراطية هناك معارضة صحية في البرلمانات كيف ستكون فرص هذه الجبهة المعارضة في مواجهة التيارات السائدة ونفوذها الذي نعرفه بشكل جيد أولا السيد الجبولة مذهب إلى المحكمة التحادية لأنه رأى في الجلسة التي يدعى أنها قد تمت يقالت بها هي ممارسة فقط لماذا تبع عليها أثر قانوني لذلك لم يتوجهها للمحكمة لأنها أصلا جلسة غير قانونية وغير معترفة بها في رؤيتها ولم يترتب عليها أثر قانوني لكي يذهب بها للمحكمة لكن عندما توجه ساد النواب إلى شكوى أمام المحكمة فتحصل حاصل أنه سيد الجبولي يجب أن يرسل كون الدعوة على رئاسة البرلمان وامتثل أمام المحكمة وقول الفصل في الأول والأخير إلى قرار المحكمة التحادية وسيلتزم به الجميع أما بالنسبة إلى تشكيل كتلة معارضة تحت قبة البرلمان فأنا أعتقد أن هذه الحالة صحية جدا ونحتاجها في البرلمان ليست حاليا لكن منذ سنوات طويلة مضت واليوم إذا ما انبثقت على أيادي السادة النواب فهذه خطوة جيدة نبارك لها ونعمل على تقويتها وأن تكون هذه الخطوة امتداد إلى المستقبل لكي تكون هناك جبهتين في البرلمان داعمة ومعارضة لكي تكون الرقابة والتشريع والعمل التشريعي البرلماني يكون في مستوى الشفافية العالية والديمقراطية العالية سيد علي في الضهيقة المتبقية فرصكم أمام التيار السائد التيار المحاصصة المتغلغة كما لا أعلم جيدا في مفاصل السياسة العراقية برأيك يعني أنا أعتقد مفهوم المعارضة غير واضح بالعراق لذلك سوف يكون عملنا شاق وصعب لأن منذ اليوم أقامت علينا الكثير من الدعاوي في المحاكم الأمر الآخر ثلاث عشر سنة من المحاصصة تغولت فيه الكثير من القوى السياسية سواء كان بالفضائيات أو كان في المال أو في قوة السلاح وبالتالي أنا أعتقد عملنا شاق ولكن مع ذلك نحن تراست صفوفنا بالاتجاه الماضي في مشروع المعارضة شكرا جزيلا لك سيدة عليا أنصيف جاسم عضو مجلس النواب العراقية عن جبهة الإصلاح كانت معنا من عمان وشكرا لضيفنا من أربيل أيضا البرلماني راعد الدهلقي عضو مجلس النواب العراقية شكرا لكم